أمور متوسطة، ليس لازم نخافه خوف شديد وليس لازم ننام والأمور سيرة صعبة للغاية صراحة صعبة بينما القراءات تخرى أخرى القراءات لازم تكون على مستوى الخارج يترى هل بيتر راح يكمل في وقت طويل في الأسعار الحالية أنا ما أظنش إذا كان كملت ممكن لماكسيموم 5-6 شهر وترجع تدريجيا للمستوى المعقول بين 80 و100 دولار لماذا؟ لأن الأغلبية تعدو المتقدمة والأغلبية تعدو المنتجة للبيترول كلها تحاول وتحاول قدر إمكان أن سعر البيترول يكون في المستوى العادل يعني يدور حوالي 80 مليار 80 دولار للبرميل لماذا؟ من جهة يخلي البلدان المصدرة ما ينتقاسوش كثير في البرامج الأغلبية منهم من الجزائر مبنية على المداخل البترولية لأن عندها تأثير كذلك على الناس اللي يبيعوه ومن جهة أخرى ميأثرش كثير سلبيين على الاقتصاديات الدولية التي هي قوية وتخضى للاستهلال نعم بيترول سري خطر إذا كان أوقع نوع من الركود الاقتصادي لمستوى الدول العظمة لأن بيترول غالي بطبيعة الحالة حتى ننضره كدول مسورية طبعا كدول عن علاقات مباشرة وقوية ومتيلة نعم مع الدول مثلا إذا كان فرنسا وإيطاليا مثلا وإسبانيا والبورتغال وألمانيا وبريتانيا عندهم مشاكل قوية اقتصادية جزائر تتقاس بدون شك لماذا؟ سوف نفصل في هذه التفاصيل الدكتور عفو اشتفهمني لما يكون عندهم ركود اقتصادية ما عندهمش إنتاج كبير ما عندهمش استهلاك البترول والغاز كوي ما عندهمش يشيروش عنها كثير إحنا إذن في الرؤية الدولية الشاملة لازم يكون يعني الأمور مقسومة الحدث تقسير هذه الأسعار تكون مقسومة على المصدرين والمستوردين نعم باش الاقتصاد الدولي ما يخفش نعم دكتور سري بضغوطات قوية ونبقى ونتفاهم مع بعض نعم ونحاول نخدم مع بعض ترجمة نانسي قنقر